مشاهدتك لمباراة منتخب مصر الولمبي مع نظيره الأسباني كيف رأيت المنتخب المصري وأداءه في هذه المواجهة أنا كنت متفاجئا في حقيقة الأمر كنت متفاجئ بأداء مصر وما قدمه المنتخب مصري في هذه البطولة خصوصا حارس المرمى وخصوصا محمد النني لدي خبرة كبيرة في الملعب وبالطبع اللاعب إبراهيم عادل رقم 10 الذي أحرز الهدفين أمام منتخب إسبانيا أعتقد أن المنتخب المصري أدار المباراة بزكاء ربما يستطيع أن ينافس على البطولة أعتقد أن المباراة كانت جيدة لأن النتيجة كانت رائعة والأداء كان رائعا بالطبع النتيجة لم أتوقع هذه النتيجة في البداية ولكن كانت مباراة جيدة جدا أن نرى أسليب مختلفة للعب وكيفية التعامل مع هذه المواقف المباراة كانت 50% بين الفريقين كان يوجد حافز ويوجد حماس أكثر في صفوف المنتخب المصري وهذا ما عكس صورة الهجمات التي كان على متخب مصري